جولة جديدة من جولات التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب تختتم الأحد في فيينا الجولة السادسة من المفاوضات النووية تختتم بالتزامن مع وصول رئيس إيراني جديد إلى سدة الحكم في طهران الأمر الذي يفرض تحديات جديدة على المفاوضين من الجانبين الغربي والإيراني فالرئيس الجديد إبراهيم رئيسي يأتي إلى السلطة فوق موجة صعود للتيار المتشدد في إيران كما أنه مشمول بعقوبات أمريكية بسبب دوره البارز في حملات الإعدام الجماعية التي طالت عشرات الآلاف من المعارضين الإيرانيين لنظام الولي الفقيه في ثمانينيات القرن الماضي من هنا تبدو أجندة المفاوض الإيراني مثقلة بمطالب تتعلق برفع العقوبات عن رئيسه الجديد بالإضافة إلى رفع عقوبات أخرى على الحرس الثوري قبل البدء في الحديث عن خطوات العودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي وهو أمر يصعب على الأمريكيين والأوروبيين القبول به بحسب ما يراه مراقبون لسيما بعد تصريحات خرجت من واشنطن ولندن تؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية الإيرانية وأن رئيسي لم يختره الإيرانيون وإنما أتى به خامنأي إلى مقعد الرئاسة بل إن الصحف الغربية دخلت على خط الهجوم مؤكدة أن إبراهيم رئيسي لا يستحق الرئاسة بل يستحق السجن وأنه يمثل تهديداً على المنطقة وعلى شعبه بحسب ما أوردته صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية وعلى الرغم من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ترغب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي قبل تولي الرئيس الإيراني الجديد منصبه بعد أسابيع قليلة كما نقل موقع أكسيوس الأمريكي إلا أن محللين يرون أن ذلك مرهون بإحداث خرق في جدار التشدد المتبادل بين واشنطن وطهران وهو أمر ربما سيتكشف خلال الجولة السابعة من المفاوضات في فينا شكرا